أكدت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل أن أرميل لاشيت رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي هو الأجدر بتولي منصب المستشارية نظرا لخبرته عبر إدارة ولاية شمال الرأي في استيفاليا ميركل التي ستترك منصب المستشارية بانتخابات نهاية الشهر الجاري تستمر في دعم زامي لها بالحزب بعدما أظهرت استطلاعات من الرأي تدنيا في شعبيته المستشارة الألمانية لا تزال تتحلى بالروح الكتالية للانتصار بمعاركها السياسية كعادتها ميركل التي تهم بمغادرة المستشارية بعد 16 عاما أكدت من جديد استمرار دعمها لأرميل لاشيت رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي باعتباره المرشح الأوفر حظا ليحل مكانها مستشارا لألمانيا استطلاعات الرأي كشفت مؤخرا تراجعا في شعبية لاشيت لارتكابه سلسلة من الأخطاء فلا شد الذي يرأس ولاية شمال الرأي ويستفاليا إحدى أكثر المناطب تضرورا من الفيضانات التي ضربت غرب ألمانيا مؤخرا تعرض لانتقادات بسبب طريقة تعامله التي وصفت بالباهتة في مواجهة الكارثة كما تم التقاط صور للسياسي البالغ 60 عاما وهو يمازح مسؤولين محليين خلال لقاء لتكريم ضحايا الفيضانات ورغم الانتقادات الموجهة له واصلت أنجلا ميركل الإشادة بمرشح حزبها خلال تفقدها منطقة منكوبة جراء الفيضانات حيث أكدت أن لاشيت يقود أكبر ولايات ألمانيا بنجاح كبير مضيفة أن شخصا يستطيع قيادة ولايات كهذه بإمكانه قيادة ألمانيا حزب أرمين لاشت الديمقراطي المسيحية وحليفه حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحية سجل أسوأ نتائجهما في استطلاع للرأي أجرته صحيفة بلد بحصولهما على 20% وهي أسوأ نتيجة له في فترة ما بعد الحرب الانتخابات الألمانية التي تقترب مع نهاية الشهر الجاري تبدو أنها ستكون معرقة طاحنة خاصة في ظل تراجع حزب ميركل الديمقراطي المسيحية وتقدم أحزاب أخرى أهمهم حزب الديمقراطيين للشراكيين الداعم بقوة لنائب المستشارة وزير المالية أولاف شولتز في مواجهة اللاشت استقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بقصر إليزي مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني للمنافسة على المستشارية أولاف شولتز وتأتي هذه المحادثة غير رسمية قبل أقل من ثلاثة أسابيع على الانتخابات العامة في ألمانيا هذا وقد ركز شولتز الذي يشغل منصب وزير المالية في الحكومة الألمانية الحالية خلال اجتماعيه مع ماكرون ركز على عدد من الملفات الأوروبية التي سوف تكون على أجندة أولوياته حال فوزه بمنصب المستشارية ومنها المناخ والضرائب العالمية وملف كورونا ومن المقرنية صديف ماكرون يوم الأربعة المقبل منافس شولز في الانتخابات على منصب المستشارية أرمين لاشت مرشح يس يمني الوسط أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال أربعة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي يخططون هجمات إرهابية ضد رجال الأمن في جمهورية إنجوشيا كما أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية في الأشهر الماضية في مدينتي موسكو وأسترخان وجمهورية قربا دينيو بلقاريا أعدها عناصر من تنظيم داعش الإرهابي مضيفة أنه تمت تصفية ستة مسلحين واعتقال اثنين آخرين ترجمة نانسي قنقر